أكيد الآن برح ننتقل كمان لموضوع طبي وجدا مهم منعرفه ومنحكى عنه كتير لكن بتفاصيله وشو أهمده وشو وظيفته يمكن الكتار مننا ما بيعرفه عم نحكي أكيد عن هرمون النمو ونتعرف على علم الصحة والغذاء وهرمون النمو شو هو هرمون النمو شو وضقفه بالجسم كيف ممكن نرفع من إفرازات هذا الهرمون وغيرها من الأسئلية لأكيد حت جاوبنا عليه أخصائي التغذية أريج درويج صباح الخير أريج أهلا وسهلا بحكي سعد صباحك أريج يعني هلأ كنا بالفقر اللي قبله عم نحكي فرح عن سوء الامتصاص هلأ عم نحكي عن هرمون النمو يعني كمان كل الأهالي بيسألوا ابني ما عم يطول ابني ما يعني وقف النمو عنده فخلينا نحكي عن الهرمون المسؤول عن النمو بشكل عام بعدين منسألك على التفاصيل هرمون النمو هو عبارة عن هرمون مهم جدا يفرز من الغدة النخامية الموجودة بالجسم طبعا هو عبارة عن حمض أمينة فيه له كتير مهام وكتير وظائف مسؤول عن كتير أمور بالجسم لهيك نحنا لازم ننتبه له بشكل كتير كبير يعني مراقبة الطفل من لما بيخلق لحتى يصير بمرحلة البلوغ جدا مهمة لحتى نحنا نعرف إذا في عنا تأخر بإفراز هذا الهرمون أو لا والشي اللي بدلنا على هذا الشي على وجود تأخر أو عدم تأخر هو الطول والوزن عنده الطفل بكافة الأعمار تمام إذا ما نحكي أكتر بالتفصيل كيف ممكن نحنا ننتبه أنه الطفل عنده نقص بهرمون النمو وإمتى بنتوجه فعلا للتحليل من أنه نحنا بمرحلة خطر لازم نعمل تحليل لهذا الهرمون تمام هلأ مثل ما قلنا أنه هو مسؤول عن كتير وزائف بالجسم من أهم هاي الوزائف أنه هو مسؤول عن النمو العزمي أو نمو العمر العزمي لهيك نحنا لما بيكون فيه الشخص أو الطفل بعمر صار بعمر السنتين وعم نلاحظ أنه صار فيه عنده قصر أكتر من يلي بنيفس عمره فنحنا لازم نبلش بعمل التحليل هلأ من أهم المهام هو أول شيء أنه مسؤول عن تجديد الخلايا اللي بتكون متضررة بالجسم فإذا كان الطفل عنده أمراض بالطفولة بشكل كتير كبير هرمون النمو هو المسؤول عن تجديد هاي الخلايا الشيء الثاني أنه هو بيكون مسؤول عن حماية الجسم من الإصابة بكتير من أمراض المزمنة فلما كمان الطفل بيكون فيه عنده أمراض بينصاب برشح كتير بمشاكل هضمية كتيرة خلال الطفولة ممكن يكون هو السبب من أسباب تأخر النمو كمان بيكون مسؤول عن تقليل كتلة الدهون بالجسم ورفع الكتلة العضلية شيء كتير مهم هذا أنه ملاحظ نحن الأطفال بعمر الطفولة اللي بيعانوا من بدانة أو سمنة بيكون فيه عندهم دايما زيادة بكتلة الدهن لما بيزداد كتلة الدهن بيصير فيه عندنا نحن مشكلة بإفراز هرمون النمو بالجسم وكمان فيه فكرة كتير مهمة أنه نحن بيكون هرمون النمو هو اللي بيعطينا الطاقة هو اللي بيعطينا القوة لحتى نحن نعمل النشاطات خلال النهار فلما الطفل ملاحظ أنه نشاطه شوي خفيف أو أقل من يلي بيعمره كمان نحن لازم نتجه لتحليل هرمون النمو أو ننتبه لهذه المشكلة طيب أريد شو هي التأثيرات هرمون النمو بالجسم؟ يعني على شو بيأثر؟ بيأثر أول شي على النمو العظمي مثل ما قلنا أهم شي لأنه نحن طولة؟ تمام نمو العظم الطولي أكيد لأنه نحن لما بدنا نشخص أنه في عندنا نحن إصابة بيتأخر بإفراز هرمون النمو بنلجأ دايما لعمل أشعة للعظام أو لعمر العظام إذا كان في عندنا عمر العظام أقل بيكون نحن في عندنا مشكلة بيتأخر هرمون النمو تمام إذا بنا نقول عملنا التحليل وخلصنا وطلع معنا نقص أو ضعف بهرمون النمو كيف ممكن نحن نعالج هذا الشي؟ هل ممكن تكون الفترة الزمنية للعلاج قصيرة بعدين خلاص بصير مثل باقي الأولاد؟ تمام هلأ في عندنا نحن طريقتين بنقدر نحن نعالج فيها أول شي اللي هي هلأ صارت كتير معروفة وكتير مستعملة بس فيه إلى شوي التأثيرات الجانبية اللي هي حقن هرمون النمو يعني نحن لما بنشخص إنه هذا الطفل عنده تأخر بإفراز الهرمون لازم نحن نلجأ للحقن لهذا الهرمون بس فيه ممكن يكون فيه إلو تأثيرات جانبية شوي بسيطة بس لاحظنا وجوده أول شي هي انزلاق بعضلة الفخذ عند الطفل يعني بيكون فيه عنده نمو بس غير طبيعي بيصير فيه عندنا شوي فشل بالنمو الشي الثاني إنه ممكن يكون هذا الطفل عرضة للإصابة باللوكيميا أكتر من الأطفال التانيين لهيك نحن بنكون كتير دقيقين لما بدنا نعود هرمون النمو عن طريق الحقن فيه عندنا طرق طبيعية بنقدر نحن نرفع فيه هرمون النمو بالجسم بشكل صحيح كتير ومهمين وكتير لازم نعرفون لحتى إذا الطفل تشخص من هو وصغير إنه عنده نقدر نحن فورا نعالج هاي المشكلة أول شي إنه نحن نشتغل على كمية الدهون الموجودة بالجسم هلأ كمية الدهون دايما نحكي على كمية الدهون الموجودة بمنطقة الخسر أكتر شيء فيه دراسة عملت على الأشخاص اللي عندهم محيط الخسر أكثر من 100 سنتيمتر وأشخاص ثانيين كان عندهم محيط الخسر أقل من 90 سنتيمتر فلاحظنا أنه الأشخاص اللي فيه عندهم تراكم للدهون بمنطقة الخسر بنسبة كبيرة كان عندهم إفراز هرمون النمو أضعف بثلاث مرات من اللي بيكون فيه عندهم أقل من 90 لهيك نعالج نحن دائما على معالجة البداني عند الأطفال يعني الطفل بعمر صغير إذا كان في عنده بداني لازم من هو وصغير نبلش نحنا نحاول نخفف من الوزن لحتى نخفف كمية الدهون الموجودة كمان الفكرة الثانية اللي منقدر نحنا نرفع فيها هرمون النمو هي فكرة الصيام طبعا نحنا في عنا نوعين للصيام ممكن نحنا ناخد فترة 3 أيام ناخد فيها 500 أو 600 سعر حرارية يعني نخفض مدخول السعرات الحرارية اللي عم يدخل لجسمنا الفكرة الثانية هي نزام الصيام المتقطعي اللي هلأ كتير في عالم عم تتبعه وكتير سنة نسمع عنه عنه جديد هلأ بهاي الحالة نحنا هون لما بيصير في عندنا الصيام منخفض نسبة الإنسولين الموجودة بالجسم نحن نقدر نعمل صيام متقطع للأطفال؟ ايه ما في مشكلة بس طبعا تحت إشراف تغزوي لأنه بيكون في عندهم معايير معينة لازم نلتزم فيها بس حتى عند الكبار لما منشخص أنه الشخص في عنده تأخر بإفراز هرمون النمو ممكن هاي الشغلات كتير تساعده لأنه نحنا لما في عنا تناسب عكسي ما بين هرمون الإنسولين وهرمون النمو فلما نحنا منتبع الصيام بينخفض هرمون الإنسولين بالجسم فهذا الشي بيحفز على إفراز هرمون النمو بشكل أكبر فنحنا ممكن نساعد حتى لو الشخص كبير بالعمر أنه نحنا نحفز من إنتاج هرمون النمو عنده نعم أريجي يعني كتير عم نسمع كمان أنه الأحالي ابني ما عم يطول بصيروا بيعطوها أدوية أو بيسمعوا عن ممكن أي شي حتى لو مصنوعة يد أي أمل بيعالون بيعطون يعبدون استشارة لا خصائي تغذية ولا طبيب وهذا الشي ممكن يأثر عكسا على هذا الشي يعني غير الحمية الغذائية ممكن أنه يفوتوا له كتير قصص بالغذاء خلا نحكي عن هذا الموضوع كمان هلا نحنا مثل ما نعرف أنه فيه كتير من المكملات الغذائية الموجودة وللأسف نحنا بناخده بشكل عشوائي هلا نحنا كشي آمن بنقدر ناخده ممكن عند الأطفال وممكن عند الكبار هو هرمون الأرجينين هلا هو عبارة عن حمض أمينة بس موجود حتى بالأغذية بشكل كامل فلما بيكون عندنا نزام غذائي متكامل للطفل أو للقبير ما في داعي أنه ناخد المكملات الغذائية الأرجينين إذا بدنا ناخده كمكمل غذائي مسموح أنه ناخده من معدل 20 جرام باليوم مو أكتر من هيك هذا كتير بيساعدنا على أنه نحنا نحفظ هرمون النمو كمان في عنا المكملات الغذائية اسمها قابا هاي المكملات كمان موجودة بالصيدليات بشكل كتير كبير استخدامها آمن عند الأطفال وعند الكبار القابا بتساعدنا على أنه نحنا يصير في عنا نوم واسترخاء للعضلات النوم كتير بيأثر على هرمون النمو وكتير بيأثر على أنه نحنا نقدر نضبط هذا الهرمون بشكل صح طبعا بيأثر هو لأيش بيأثر لأنه لما بيكون في عنا نحنا نوم بشكل صحيح بيصير في عنا إفراز للميلاتونين يلي هو هرمون النمو بشكل صح مالات الميلاتونين لما بينفرض بشكل سليم بيساعد على أنه نحنا نفرض هرمون النمو بشكل صح وناخد نمو بشكل كامل في عنا شوية شغلات من قولة بس العالم ما بتعرف ليش أول شي انه نحنا النوم منفضل أنه يكون النوم بظلام يعني بدون ما يكون في ضو أوي لأنه الضوء الأول بيأثر على إفراز الميلاتونين أول شيء الشيء الثاني نحن دايماً مننبه من استعمال التليفون أو الكمبيوتر أو حتى مشاهدة التلفزيون قبل النوم بفترة أصيرة لأنه كمان هذا الشيء بيأثر على هرمون الميلاتونين بيخلي يصير في عنا إلا بإفراز الميلاتونين يعني هاي أفكار كتير بسيطة بس الأشخاص ما كتير تتبع حتى نحن ممكن نستخدم التليفون نحن وعمل نام هذا الشيء كتير غلط لأنه الميلاتونين ما بقى بيصير بنفرز فدائماً منلاقي أنه بيصير في عنا إلا ما منقدر النام بشكل مزبوط هذا كله ياته بيأثر على إفراز هرمون النمو تمام هلأ نحن عم نحكي اليوم عن هرمون النمو نحن نعرف أنه طفل يمكن بعمر معين خلاص منقول طويل دبنى جسمه فكيف ممكن يأثر هرمون النمو عم نقول نحن على أشخاص بالغين يكتمل نموهم ويكتمل طولهم وكل هاي الأمور تمام هلأ نحن كنمو بيدل مستمر عنا لمدة 18 سنة عند البنات وعند الزكور لمدة 20 سنة بيكون معدل النمو بمعدل 2-3 سنة خلال السنة بعد فترة البلوغ فنحن إذا صار في عنا الشخص بعد فترة البلوغ حسينا أنه ما عم يطول بشكل صحيح لازم فورا نتجه لهذا التحليل ولازم فورا نعرف شو هو العلاج الصح لحتى نقدر نحن نجاوز هاي المشاكل كمان في عنا فكرة كتير مهمة عند الأطفال نحن بنحكي فيها أنه الأطفال كتير بيحبوا السكر ومثل ما قلنا أنه الإنسولين وهرمون النمو فيه تناسب عكسة بيناتهم فالشخص أو الطفل الصغير كل ما عودناه على أكل السكر أكتر كل ما كان عم ياخذ من هاي المغذيات والأكلات الطيبة أكتر بيرتفع عنده هرمون الإنسولين بنسبة كتير كبيرة كمان هذا بيأثر على النمو عنده بشكل كتير كبير فنحن لازم نخفف من تناول السكريات عند الأطفال لحتى نوقيهم من البداني ولحتى يكون في عندهم إفراز الهرمون النمو بشكل صحيح نعم يعني شو هي النصائح هيكة بتوجيها لكل الأهالي اللي عم يعانوا من خلينا نقول وسواسة النمو عند أطفال أنه نهتم نحن للأطفال من لما بيبلش في عندهم مرحلة يلي هي ظهور الأطفال هو قديل عزما الواحد ينمى بالسنة؟ هلأ نحن بيكون في عندنا النمو بخلال فترة الطفولة أكتر من بعد بالبلوغ بعض البلوغ إلينا من 2 إلى 3 سنتي أما قبل فترة البلوغ بيكون في عندنا تقريبا بين 4 إلى 6 سنتي خلال السنة فهذا المعدل الطبيعي لحتى ينمو فيه الشخص إن كان ذكور أو إن كان إناث بس نحن فينا ننتبه للطفل من أول مرحلة بتأخره النمو بتظهر أنه بيصير في عندنا تأخر بزهور الأسنان بس نلاحظ أنه الطفل صار في عنده تأخر بزهور الأسنان لازم نحن شوي ننتبه لهذه القصة بالإضافة للأمور التانية اللي نحن منتابعة مثل الطول والوزن لهيك مراجعة طبيب الأطفال بعمرة طفولة جدا مهمة لحتى نقدر نحن نوقي الطفل إذا في عنده مشاكل ما يتعرض لهو كبير أو ما يصير في عندنا مشاكل تانية أكيد شكرا كثير إليك أريج شكرا لك للنصاح القدمتين لها شكرا لعلكون شكرا إليك أريج وعا وجودك معنا شكرا للمشاهدة